بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في البداية بشكركم جدا على سؤالكم علي وعلى تعليقاتكم طبعا الظريفة جدا اللي بتفرحني جدا وانا لو علي نفسي اصور لكم فيديو كل يوم لكن ظروفي الصحية طبعا الحمد لله على كل شيء بحبكم جدا جدا وبحب بقى انصح الزوجات اللي هم لسه جداد وكمان الزوجات او الناس المقبلات على الزواج علشان الزواج بتاعهم بإذن الله يكون ناجح وسعيد ويتبسط بإذن الله تمام الفيديو بتاعنا النهاردة هنقدم فيه شوية نصايح كده علشان بعض الناس بيعتقد ان الزوجة المدبرة في البيت هي اللي بتكون نجحة او المقتصدة في المال او يعني الموضوع كله فلوس يعني لا الموضوع مش فلوسه بس دي حاجات اتعلمتها من امي الله يرحمها وشوية عشان تنجح المرأة في ادارة بيتها لازم تهتم ايوا بالفلوس والمال هو عصب الحياة وكل حاجة ولازم وفي الظروف اللي احنا فيها دي لازم طبعا لكن بجانب المال لازم تكون ملمة ببعض الحاجات التانية اللي هنقول عليها ان شاء الله في الفيديو بإذن الله لازم تكون ملمة بإدارة بيتها الإدارة الصح الأولاد البيت الزوج هي نفسها تهتم بنفسها ازاي عشان كده في شوية نقاط كده هقول لكم عليها تمام اول حاجة طبعا المال انا مش هنكر اهميته المال عصب الحياة فحسن استغلاله وان احنا محط كل جنيه او كل قرش مكانه ده طبعا حاجة جميلة جدا وخصوصا في ظل الغلال اللي احنا فيه ده ده بيحافظ على المال وكمان بيزوده يعني اللي بيحفظ النعمة بتحفظه واللي بيحافظ على فلوس الزوج والمال بتاعه ربنا طبعا بيزوده له لكن اللي بيهمل فيه يعني ما اقول لكمش انا اعرف ان فيه ازواج رجالة بيكسبوا مكسب كبير جدا ولكن بينتهي الزواج بتاعهم بالفشل او بالفقر كمان ليه لان الزوجة مش قادرة تحط كل قرش مكان وبتصرف وخلاص بتصرف في اي حاجة يعني انا يمكن حكيت لكم قبل كده انا مش حنصة الموضوع ده ان فيه زوجة لقت فلوس في درج فراحت بايع الصفرة بتاعتها وجايبة صفرة تانية فطبعا انت مش عارفة الفلوس دي بتاعت ايه وبعدين حتى لو بتاعت زوجك لازم الواحد يستغل الفلوس صح تمام فطبعا مسؤولة انها تتعلم لو هي ما تعرفش ما عندهاش ثقافة التوفير والتدبير والادخار والكلام ده كله هي مسؤولة انها تتعلم الاقتصاد في الحاجات دي كلها كمان مسؤولة تعلموا لاولادها تمام لو عايزاهم يطلعوا اغنياء فيه على فكرة انا قردت كده مقولة او يعني عنوان كتاب بيقول كيف او ازاي تطلع ابنك غني يعني او ازاي يكون طفل غني طفل غني دي يعني عنده ثقافة ادارة المال من صغره فالزوجة مسؤولة عن تعليم اولادها ازاي ادارة اموالهم كمان مش بس تتعلم هي ادارة الاموال لا مسؤولة اتعلم اولادها وطبعا النت دلوقتي مش سايب حاجة يعني بدل ما نقعد انا بشوف بشوف زوجات او بنات او ناس عموما قاعدين بالساعات منتظرين مثلا دكتور او منتظرين اي حاجة واعدين بيلعبوا لعبة يعني انا مش فهمة اللعبة دي حتيكسبوا منها ايه يعني مهما حققوا مكاسب من اللعبة دي ايه الفايدة ايه الفايدة طب بدل ما يتعلموا كده ما يتعلموا حاجة تفيدهم كمان الشباب كمان البنات اي حد يعني الالعاب بصراحة معنش سكاي برضو بيصبح عليكم او بيسلم عليكم فالزوجة مسؤولة انها تتعلم اولادها وتتعلم الاقتصاد في المال تمام اللي محدودي الدخل هيقدر يكمل شهره من غير ديون لكن اللي دخله كويس ومعقول هيقدر كمان يحوش او يتدخر وكمان يستسمر الاموال دي وتزيد ويحسن اوضاعه او الاسرة تبقى اوضاعها احسن اما يجيبوا اولاد باذن الله او لو عندهم اولاد لما يكبروا هيبقى الاوضاع احسن فطبعا دي مهمة جدا ودي كان لازم اقولها اول حاجة تاني حاجة لازم تكون موجودة في الزوجة تعلم المهارات يعني دوام الحال من المحال ممكن قوي انا عايشة في رغض من العيش دلوقتي او الفلوس معايا كتير او الحمد لله الدخل مكفي ممكن بكرة ما تضمنيش يحصل ايه فلازم تتعلم مهارات تكسب منها او تكسب منها اي مال لو لا قدر الله الاحوال اتبدلت تمام الزوجة الزكية ما تكتفيش باللي تعلمته في المدارس او في الكلية او في الجامعة او اي حاجة لا لازم تتعلم بعض المهارات تتعلم بقى كروشيه تتعلم صناعة حلويات تتعلم اكسسوارات صناعة اكسسوارات تتعلم برمجة كتابة على النت حاجات كتير ممكن تتعلمها دلوقتي طبعا زي ما بنقول النت بيعلم كل حاجة ومجانا بدل ما بنلعب بدل ما بنقعد نفتح الفيس ونعرف الأخبار وحاجاته مش هتفدنا بأي حاجة لا نتعلم حاجة افياد لنا تمام كمان نتعلم الخياطة ممكن قوي تعلم الخياطة ده حتى لو ما اشتغلناش به طبعا الظروف مش مضمونة لكن برضو يعني ممكن الظروف تضطرنا لكن لو ما اشتغلناش كده ممكن قوي نخيط لأولادنا نخيط المفروشات نخيط نصلح حاجات فده طبعا بيوفر أموال تمام كمان ممكن قوي نتعلم الصيانة طبعا الصيانة الحاجات دلوقتي بقيت مكلفة جدا فأي حد يجي لك يصلح حاجة بصي وتعلمي بيصلحها ازاي ما فيش مشكلة خالص وما فيش مانع أبدا يعني حتى لو الحاجات البسيطة أنا أذكر ان فيه بنت تعرف تفك الفلتر بتاع الغسالة وتعرف تفك الدرج بتاع الغسالة وتنظفه بتوقف تبص هي الراجل اللي بيجي ده الفني بيعمل ايه وتتعلم منه ما فيش مشكلة فكده نوفر أموال على الأسرة تالت حاجة لازم تتعلمها عشان تكون زوجة نجحة التنظيم في شؤون البيت لازم تكون ملمة بتنظيم شؤون البيت يعني تعمل روتين يومي لنفسها لأعمالها بالمنزلية تعمل كتابة قائمة مأكلات للأسبوع أو للشهر قائمة للإحتياجات بتاعتها لازم التفكير يبقى منظم كده ولازم الواحد يعني ينظم شؤون بيته بطريقة حلوة علشان ما يضيعش الوقت في التفكير إحنا لو ما عملناش كده هنقعد نضيع ساعات في التفكير طب أنا ورايا إيه النهاردة طب أنا هعمل إيه النهاردة طب أم أفطر واتفرج على التلفزيون شوية بص تلاقي الوقت يعدي من غير ما حس بيه طب ما أنا هتسأل عن الوقت ده وبعدين أنا أولى بالوقت ده أنا لو استغلت الوقت صح هعمل حاجات أنا بحبها هعمل حاجات أنا هستفيد بكل وقت تمام؟ تعمل لنفسها بقى روتين يومي تعمل لنفسها قائمة أكلات تعمل لنفسها قائمة للاحتياجات بتاعتها الأسبوعية تتعلم تنظيم الغرف إزاي تحاول تغير من وضع البيت من وضع الأساس بتاعها بس طبعا بطريقة معقولة يعني مش أغير كل يوم بقى أنقل الدلاب أو أنقل النيش أو أنقل لا ممكن قوي أغير ترابيسة صغيرة من مكان هده المكان هده أحس وأحسس اللي معايا بالبهجة تمام؟ أتعلم أعمل دي كورات لبيتي أتعلم طبعا حاجات كتير ممكن أتعلمها أشرك ولادي كمان في المواضيع دي يعني أشركهم يشفوني وأنا بعمل مثلا روتين يومي يقوموا يتعلموا هم كمان يعملوا نفسهم روتين للمذاكرة لليوم لأي حاجة أعمل لنفسي يعني أشركهم معايا وأنا بنظم البيت وبغير الوضع وبعمل دي كورات برضو حيتعلموا الحاجات دي يبقى أنا كده كسبت الحاجات وكسبت ولادي تعلموها تمام؟ رابع حاجة الاهتمام لازم يكون متساوي بين أربع حاجات أساسية ودي تعلمتها من والدتي الله يرحمها ولا يمكن أنساها وبستغل لأي فرصة عشان أعلمها للزوجات الحديثات أو المقبلات على الزواج نظافة البيت ويدخل في نظافة البيت دي طبعا الأكل والطبخ والغسل والترويق وكل حاجة يبقى البيت الأولاد نظافتي أنا الشخصية وشكلي وهندامي نظاف الاهتمام بالزوج أربع حاجات لازم أهتم بيهم على قدر متساوي من الاهتمام البيت الأولاد نظافتي الشخصية الزوج تمام؟ بمعنى أن أنا ماهتمش بحاجة على حساب التانية يعني مايجيش زوجي يلاقيني منظفها البيت ومخليها شمعة منورة وأنا مبهدلة ورحتي تراب والأولاد مهدونهم مش نظيفة ومزكروش ومأكلوش ومفيش أكل في البيت على أساس أن أنا كنت بنظف وأن أنا مخليها لك البيت شمعة منورة وهو لأ مش صح أنا ممكن أهتم بالبيت ستين في المية وهتم بالأولاد ستين في المية وبنفسي ستين في المية وبيك ستين في المية يعني أدي كل حق كل حاجة حقها يعني ما فيش حاجة تطغى على حاجة أو العكس مثلا أو حاجة تانية ممكن زوجة تقول الطريق إلى قلب الرجل معدته أنا هعمل أكل واو هعمل أكل جميل جدا وحهتم بقى وحقدم له يجي يلاقي صفرة ما شاء الله لكن أنا رحتي بصل وتوم والبيت مبهدل والأولاد مش مزاكرين والدنيا بايزة خالص لا ما اهتمش بواحدة منهم مية في المية على أساس التانية أو على حساب التانية كل واحد أدي له حقه تمام يا رب تكون الفكرة وصلت والأمور مش لازم تمشي مية في المية في كل حاجة يعني مش لازم أنظف البيت يوميا وروأه ونظفه وعمله مية في المية لا مش لازم أبدا كل حاجة زي ما قلت تاخد حقها تمام ده كان الفيديو بتاعي بتاع النهاردة يا رب يعجبكم ويا رب تستفيدوا منه يا رب كل الناس تستفيد منه مش بس المقبلات على الزواج ولا المتزوجات حديثا لا كل الناس فيه ناس يعني بيمر عليهم زمن لكن ممكن يكونوا ما يعرفوش الحاجات دي فيا رب الناس تستفيد من الفيديو بتاعي وبحبكم جدا وبحب تعليقاتكم واعذروني برضو إن أنا مش قادرة رد عليها الأيام دي ادعولي بمر بظروف صعبة صحية فادعولي إن ربنا يعديها على خير وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد الفيسلم